تتضمن الدفعة الأولى من المنتجات التي أطلقها مجر تيمول الرئيسي لمجموعة الصين للإعلام العديد من المنتجات الثقافية والإبداعية من بينها الوعاء الأحمر ومجسمات الثور ودفدر أزرخ لذكرى نجاح مهمة اختبار الغوص للغواصة المأهولة الصينية على عمق 10 ألاف متر تعمل هذه المنتجات الأصلية على تطوير وتحويل الثقافة التقليدية الممتازة إلى منتجات حديثة ودمجها في الحياة اليومية ومن المقرر أن المنتجات التي ستنشئها مجموعة الصين للإعلام في المستقبل ستحمل علامة تجارية موحدة هي المنتجات الثقافية والإبداعية لمجموعة الصين للإعلام كما ستعتمد على موارد البرامج الثقافية عالية الجودة لمجموعة الصين للإعلام لخلق سمة مجموعة الصين للإعلام التي تمثل نمط الحياة الصينية من خلال التصميم الإبداعي